بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أحمدك الكرام مشاهدي خناة كربلاء الفضائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج نقطة الضوء ونرحب مجددا بضيف البرنامج دائم الشيخ الدكتور عبد الأمير أهلا بصريحكم أهلا وسهلا ومرحبا أهلا ومرحبا مشاهدي كرام حسب التقويم الخاص بمكتب السيد السستاني دام ظله الوارف اليوم هو اليوم الأخير من شهر رجب وغدا إن شاء الله هو اليوم الأول من شهر شعبان وبماسبة حلول شهر شعبان والمناسبات الخاصة بهذا الشهر وإنه شهر مبارك خصصنا هذه الحلقة بعنوان نفحات شعبانية سمح شيخ البعض قد يسأل ما معنى كلمة نفحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المشاهدين الكرام النفحات في اللغة هي العطاءات هي الهبات لله عز وجل نفحات كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله قال إن لربكم في دهركم نفحات ألا فاستعينوا على دهركم بهذه النفحات تقربوا إلى الله عز وجل في أعمالكم يعني هي دعوة من النبي صلى الله عليه وآله إلى استغلال هذه النفحات وهذه العطاءات الإلهية والمواهب الإلهية التي يعطيها للعبد تكون يعني أفضل من غيرها من الأوقات النفحات قد تكون زمانية وقد تكون مكانية هذه النفحات وقد تكون عامة وقد تكون خاصة فهناك تقسيمان تقسيم من حيث الزمان والمكان وتقسيم من حيث الخصوصية والعمومية من حيث الزمان طبعا لا شك ولا ريب هناك أماكن مباركة يحب الله عز وجل أن يتقرب بها إليه يعني مثلا في الصلاة الصلاة في البيت تختلف عن الصلاة في المسجد والصلاة في مسجد المدينة مثلا المدينة الصغيرة ليس كالصلاة في مسجد الكوفة مثلا والصلاة في مسجد الكوفة ليست كالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وكذلك مثلا في مسجد الحرام فإذن هناك أماكن يتقرب بها إلى الله عز وجل لها خصوصية هذا نفحات مكانية الله عز وجل يحب أن يتقرب إليه في هذه الأماكن فجعل أماكن العبادة أماكن خاصة صح أن الصلاة هي صلاة من العبد لكن المكان له علاقة في قبول العبادة في تهيئة النفس للعبادة عبادة صلاة مستحبة مثلا صلاة أكثر روحانية إذا صحت العبارة يعني لما الإنسان يصلي في المسجد الحرام لا شك ولا ريب يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة تكون متأنية تختلف عن صلاته ربما اللي يصليها في البيت أو في مسجد القرية أو في مسجد المدينة بينما هناك أماكن أخرى خصها الله عز وجل بالفضل في العبادة في الصلاة أو في الدعاء أو في أمور العبادية الأخرى كما أن هناك أزمنة خصها الله عز وجل بالعبادة يعني نفحات زمانية إذا صحت العبارة مثلا في مثل يومنا هذا يوم الجمعة يوم عبادة يوم تقرب إلى الله عز وجل يستحب فيه الغسل يستحب فيه الصدقة استحباب مؤكد صدقة في كل يوم مستحبة لكن في يوم الجمعة تتضاعف الجزاءات تتضاعف العطايا والهدايا والثواب يتضاعف في يوم الجمعة كل يوم يستحب الغسل لكن في يوم الجمعة ورد استحباب أكيد لغسل الجمعة النبي صلى الله عليه وآله يوصي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا لم تجد إلا قوت يومك تبيعه وتشتري به ما لكي تغتسل به يوم الجمعة فلا تترك غسل يوم الجمعة يعني التأكيد من الروايات على الغسل على الصدقة على زيارة صلة الأرحام على صلاة مثلا صلاة الجمعة أدعية خاصة يوم الجمعة إذا نفحات زمانية نفحات إلهية زمانية تكون في يوم الجمعة مثلا في ليلة الجمعة في ليلة النصف من شعبان ونحن مقبلون على هذه الليلة المباركة من ليالي استجابة الدعاء من ليالي قضاء الحوائج من الليالي التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد هناك مثلا نحن مقبلون على شهر رمضان في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في استقبال الشهر المبارك قال شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله إذا الله وفقنا وأبقانا بالحياة نتناول هذه الخطبة المباركة اللي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان مستقبلا بها شهر رمضان فيكون قد وضع برنامج عبادي إذا صحت العبارة للناس مو للمؤمنين فقط قال أيها الناس يعني دعوة لجميع الناس الملتزم وغير الملتزم المؤمن وغير المؤمن أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والمكفرة فمحل شاهدي أن هناك أزمنة يستجاب فيها الدعاء أزمنة يتقرب بها إلى الله عز وجل من ضمن هذه الأزمنة الأشهر الثلاثة شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ورد عن النبي صلى الله عليه وآله شهر رجب وشهر الله وشهر شعبان شهري وشهر رمضان شهر أمتي فنحن الآن بهذه الليلة القادمة إن شاء الله مقبلون على شهر هو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشهر شعبان رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية أخرى في مقام آخر قال شهر شعبان شهري ألا رحم الله من أعانني على شهري هلما المؤمن يريد أن يمتثل لهذا الدعاء أو لهذا عرض من النبي صلى الله عليه وآله من يعينني على شهري كيف نعين النبي صلى الله عليه وآله على شهري رحم الله من أعانني على شهري كيف نعينك يا رسول الله نحن نريد أن نمتثل نريد أن نطبق هذه الإعانة ماذا تعني بيعينني طبعا أهل اللغة يقولون هذه الإعانة إعانة تأذبية نفسية يعني ليس إعانة جسدية يعني ما عنده فرشي ويريد من يعينه على حمله مثلا أو عنده حاجة يريد من يعينه على قضائها لا 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 بد أكو أمر معنوه أكو أمر نفساني يتبين هذا الأمر من خلال حديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه له ربط بالمسألة أمير المؤمنين سلام الله عليه في واحد من روائعه يقول ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بضوء نوره ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه ألا وإنكم لا تستطيعون على ذلك اللي عاش أمير المؤمنين من الصعوبة ومن جشب العيش ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد إذن الإعانة ما تكون معنوية إذا أريد العين أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي هو نفس النبي صلى الله عليه وآله إعانة النبي صلى الله عليه وآله بما تكون تكون بالورع والإجتهاد والعفة والسداد أحينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد إذن ينبغي للإنسان المؤمن الإنسان المتدين أن يضاعف أعماله الخير يضاعف تدينه يضاعف صلاة يضاعف عباداته ليش حتى يعين النبي صلى الله عليه وآله على شهره يستحب الصيام أكو أعمال مستحبة مذكورة في محلها في كتاب مفاتيح الجنان وفي كتب أخرى من كتب الأدعية والأعمال المستحبة في هذا الشهر الشريف أعمال خاصة أدعية خاصة كما سيأتي إن شاء الله المناجات الشعبانية المروية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه فيها مضامين عالية فيها أمور تعبدية ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها كذلك بالنسبة إلى الصيام مثلا صيام شهر شعبان لا أقل يصوم في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره أو آخر ثلاثة أيام ويتبعها بصيام شهر رمضان المبارك أكو هناك نفحات إلهية دعوة هبة عطية من الله عز وجل للعبد في هذه الأشهر الثلاثة بعض العلماء يمثلون هاي الأشهر الثلاثة بالاستعداد للحج الإنسان إذا ظهر اسمه للحج ويريد يروح للحج ما يقعدوا يسكتوا أنه من يجي موسم الحج يقول أنا أردوه للحج لا بد أن يهي جواز السفر لا بد أن يهي الرفقة يعني يروح يتصل بحملة ويتصل بمتعاد ويهي أصحابه ويهي حقيبته ويهي كذا حتى يسافر للحج نحن نريد أن ندرك ليلة القادر ندعو وليلة القادر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك مع وليك فوفق لنا هاي تريد استعداد ورد بالرواية أنه الاستعداد يبدأ من شهر رجب من شهر رجب الإنسان يهيئ نفسه للدخول في ضيافة الله وين ضيافة الله؟ ضيافة الله في شهر رمضان كما ذكرت قبل قليل خطبة النبي صلى الله عليه وآله يقول شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله فلما أنا أروح ضياف عند إنسان كريم عند إنسان وجيه لا بد أن أكون أهل لهذه الضيافة من حيث الملبس من حيث طريقة الكلام من حيث كذا إذا كانت الضيافة لله عز وجل المضيف هو الله عز وجل والضيافة ليس أني إجعت ودخلت بها لا لا دعيت دعوة إجتني من الله عز وجل شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله فينبغي للضيف أن يتحلى بآداب الضيافة وكيف نتحلى بآداب الضيافة؟ لا بد أن نستعد من شهر الرجب شهر الاستغفار شهر رجب سمي بشهر الاستغفار رجب الأصب تصب فيها الرحمة تصب هيا استعد الآن أقول العصمة لأهلها كل ابن آدم مع هذا المعصوم طبعا خطاء نحن عندنا ذنوب عندنا معاصي عندنا خطايا شهر رجب شهر الاستغفار نبغي الإنسان هذا الشهر الذي نحن اليوم في آخره انقضى ونحن يعني مستغفرون إلى الله عز وجل متهيئون للدخول في ضيافة الله عز وجل لمن فاته الاستغفار في شهر رجب الآن في شهر شعبان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعونا أعينوني على شهري كيف نعينك يا رسول الله؟ أيضا بالاستغفار بالتوبة بالرجوع إلى الله عز وجل بالإنابة بكثرة الدعاء بكثرة الاستغفار حتى نكون مستعدين متهيئين لضيافة الله عز وجل في الشهر المبارك أحسنت سمع شيخ لما نتحدث في العادة نقول شهر مبارك يوم مبارك ليلة مبارك البعض قد يتساءل يقول هذه القضايا البركة الموجودة في شهر في يوم في ليلة في ساعة معينة إلا الدلالة قرآنية أم لا؟ أول مرة نشوف البركة شنو معناها باللغة من أين جاءت كلمة بركة القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد المجيد البركة والتبرك ربما يشكل على أتباع مدرسة أهل البيت أو يتهمون بقضية التبرك واحد إذا عنده فرد قضية أي مسألة يروح يتبرك بقبر المعصوم سلام الله عليه يتقرب إلى الله عز وجل بزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه أو بزيارة الإمام الحسين أو بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ويجيب في الشيء بركة هدية ربما قيمتها المالية ما تسوأ الشيء لكن قيمتها المعنوية لما جاه من الزيارة ويجيب له في الشيء مثلا فرد قنينة ريحة أو فرد سبحة أو فرد مسواك يقول له هاي بركة جبلت لك تبرك الآن نحن مسألة البركة أو التبرك من اللغة أولا وبعدين أجل القرآن الكريم اللغة يقول البركة معناها الزيادة والنماء باركة بالشيء يعني زاده ونماء جعل البركة به إذن أي شيء فيه زيادة ونماء للعمل يسمى هذا العمل مبارك رسول الله صلى الله عليه وآله كان من ألقابه من أسمائه يسمى بالمبارك لأن أينما حل رسول الله صلى الله عليه وآله حلت معه البركة يجلس صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين تحت شجرة يابسة تخضر يجي إلى قرية فيها مشاكل فيها صراع بين الأهل فيها الأقرباء وإذا يعم الرخاء ويعم السر منذ أن كان طفل والسيرة النبوية تذكر هاي لا أريد أن أطيل في هذه المسألة فإذن البركة موجودة ونحن كأتباع مدرسة أهل البيت نحن مأمورون يعني بوجود دليل نحن أصحاب الدليل أينما ما لنميل نأخذ الدليل من القرآن الكريم ونأخذ الدليل من السنة الشريفة يعني السنة تشمل فعل النبي صلى الله عليه وآله وقول النبي صلى الله عليه وآله وتقليل النبي صلى الله عليه وآله أما بالنسبة للقرآن القرآن يقول هناك أشخاص مباركين وهناك أزمنة مباركة وهناك أماكن مباركة القرآن يصرح يعني مثلا في قضية عيسى على نبينا وآله وعليه السلام لما القرآن يذكرنا قضية مريم سلام الله عليها قل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسو وما كانت أمك بغية فأشارت إليه إلى عيسى على نبينا وآله قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إذن جعلني مبارك إذن أكو أشخاص مباركين بنص القرآن الكريم القرآن نصه على أن هناك أشخاص مباركين جعلني مباركا أينما كنت بالنسبة للأماكن المباركة القرآن أيضا ذكرها بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذن أكو أماكن مباركة بتصريح القرآن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذن باركة بأشخاص باركة بأماكن أكو أزمنة مباركة نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعبر عن ليلة القدر لأنها ليلة مباركة في مورد آخر صرح ليلة القدر خير من ألف شهر يعني بركتها زيادة ونماء العمل الذي يؤدى في ليلة القدر يضاعف ألف مرة ليلة القدر خير من ألف شهر يعني العمل فيها يعدل العمل في غيرها من الليالي بألف مرة فإذن أكو أزمنة مباركة أكو أماكن مباركة أكو أشخاص مباركين رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى المبارك كان أهل المدينة كما تروي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله تقول كان أهل المدينة يأتون بصبيانهم لرسول الله صلى الله عليه وآله فكان يحنكهم ويبرك لهم اللي ينولد عنده مولود جديد إجيبا للنبي صلى الله عليه وآله كان يحنكه مرقه الشريف يأخذ يضع تحت حنكه المبار يعني عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وآله المستحبات المولود الجديد أولا أن يؤذن في أذنه اليمنى أن يقام في أذنه اليسرى وأن يحنك من ماء الفراث هذا ورد كذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله تجرى على المولود الجديد لا شك ولا ريب أن ريق النبي صلى الله عليه وآله أفضل من ماء الفراث فكان يحنكهم من ريقه الشريف فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله أقواله وأفعاله وتقريراته تدل على أن هناك بركة يتبرك به صلى الله عليه وآله القرآن أيد هناك أشخاص مباركين هناك أزمنة مباركة هناك أماكن مباركة فهي هذه النفحات تؤتى في هذه الأزمنة وفي هذه الأماكن ينبغي للإنسان أن يستغل هذه الأيام المباركة والأماكن المباركة ليتقرب بها إلى الله نحن حديثنا عن شهر شعبان كما ذكرته أنه مرينا بشهر رجب شهر خير وبركة بشهر شعبان أيضا شهر رسول الله صلى الله عليه وآله نعم وإحنا مثل ما ذكرته ندى أن نستعد لشهر رمضان الأكثر الأشهر مباركة طيب هذه الأشهر المباركة من نذكر شهر مباركة ومباركة هل تضعف بها الحسنات مثلا تحطب أن فيها السيئات يعني هذه القضية مثلا هذا العمل إن سويته في يوم معين في غير شهر رجب وشعبان نعم مو مثل أجرها في شهر شعبان طبعا هي النفحات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن لربكم في ذهركم نفحات ألا فتعرضوا لها النفحات في هذه الأشهر كما ورد في الروايات وإلا ورد في الروايات أن العمل فيها مقبول يعني الاستغفار ليش يستحب فيه شهر رجب وفي كل شهر يستحب بالاستغفار في كل زمان في كل زمان إن الله يحب التوابين لكن هناك بالروايات أن شهر رجب يستحب فيه الصيام ورد بالروايات لمن لا يقدر على الصيام سالي مرض أو لكبر سين أو ما شاء كذلك فليكثر من الاستغفار هذا الشهر الشريف لأنه نصب إلى الله عز وجل في الرواية الشريفة شهر رجب شهر الله وشهر شعبان شهري وشهر رمضان شهر أمتي فشهر الله عز وجل والله عز وجل هو ندبنا هو يحب التوابين فورد بالروايات أنه يستحب هنا كثرة الاستغفار والله عز وجل يحب التوابين يحب العبد الآبق إذا رجع إلى ربه فيكون هنا قابلية لكثرة الاستغفار يعني سنسميه إقبال روحي من العبد لأن هذه النفس لها إقبال ولها إدبار ورد بالروايات إذا أقبلت فعليكم بالنوافل وما شك أما إذا أدبرت فاقتصروا على الواجبات هكذا ورد بالروايات أنه النفس لها إقبال ولها إدبار في هذه الأشهر المباركة يكون للروح للنفس إقبال تكون مستعدة أنا ملاحظة كثير من المؤمنين الآن يحاول يصوم متأسى إما قضاء ما في ذمته من صيام وإما صيام مستحب الإنسان إذا صام من صامه صامت جوالحه النتيجة إذا صام بعد كذب ما يكذب نظر إلى أعراض الناس ما ينظر غيبة ما يغتاب حرام ما يأكل سرقة ما يسرق فراح يكون يهذب أخلاقه ومن تقرب مني مترت بالروايات تقربت منه ميلا الله عز وجل يحب العبد الآبق إذا رجع إليه فالنتيجة في هذه الأشهر المباركة يكون رجوع إياب من العبد الآبق إلى ربه والله عز وجل يقبله لأنه هو الذي دعاه فلا شك ولا ريب بقبوله فتكون النفحات الإلهية برجوع العبد لكن أكو مسألة يغفل عنها الكثيرون وهي أننا في هذه الأشهر المباركة نريد تعظيم الثواب إجزال الثواب أن الحسن فيه مضاعفة والعمل فيه مقبول ونتقرب من الله لكن ننظر إلى الجانب الإيجابي فقط وتركنا الجانب الآخر هذا شهر الله وأنا في شهر الله نستجير بالله أعصى الله عز وجل رح تكون معصية مضاعفة مثل مع الحسنات مضاعفة المعض يغفل عن هذه القضية يلا هذا شهر رجب أو شهر شعبان شهر مبارك شهر دعاء شهر طاعة شهر صيام شهر استغفار بالمقابل لما الإنسان في شهر الله في شهر النبي صلى الله عليه وآله هو يعصى الله عز وجل يعني معناه ما جعل لهذا الشهر حرم الله عز وجل جعل له حرمة هو يهتك هذه الحرمة إذن هو يعمل بعكس ما أراده الله فالسيئة كذلك تضاعف السيئة تعتسم مرته حسن بيوزرين حسنتهم مرة لأنه فعل سيئة ومرة لأنه تجرأ على حرمة هذا الشهر الذي جعل الله عز وجل له حرمة إذن قضية مثل الميزان الحسنات تضاعف ترك السيئة أيضا له أجر إذا ترك سيئة وإذا فعل السيئة تجرأ على الله عز وجل تجرأه باعتبار الله ندبنا الله جعل لنا في هذه الشهور الثلاثة خير وبركة وثواب نفح قلنا العطية والهبة والمنحة جعل لنا هبات والعبد يسوي العكس ويعمل العكس يعني أنه رفض هذه الهبة رفض العطية من الله عز وجل الله يعطيه وهو يرفض هو يأبق يشرد يهرب يرفض ويفعل ويفعل عكسه فعل المعصية معناه عدم الدخول في ضيافة الله عز وجل وعدم الدخول في هذه الأشعر التي دعي فيها إلى العبادة التي أعطاه الله عز وجل ومن العبادة ترك المعصية ترك المعصية هو عبادة نفس ترك المعصية مو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوصي أحد أصحابه يقول له خف الله كأنك ترى فإنك إلا تره فإنه يرى إذا وصلت له المقدار هذا في هذا الشهر المبارك شهر رجب أو شهر شعبان اللي إحنا الليلة إن شاء الله الليلة الأولى من هذا الشهر المبارك تستحق أن تكون في ضيافة الله عز وجل من كل واحد صام هو دخل في ضيافة الله كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لأن من يعرف قدر الضيافة التي هو بها الله عز وجل لما دعانا لضيافته كون نحن نكون مؤهلين لهذه الضيافة الضيف يجب أن يكون مؤدبا عند مضيفه يجب أن يكون متسامحا يجب أن يكون يعني يتحلى بمكارم الأخلاق فإذا دخلنا في ضيافة الله عز وجل أو لا أقل في ضيافة النبي صلى الله عليه وآله وإحنا في هذا الشهر النبي صلى الله عليه وآله ينبغي أن نتأدب بالأدب الذي يجعلنا نستحق هذه الضيافة ونستحق هذا التكريم من قبل النبي صلى الله عليه وآله ومن قبل الله عز وجل في هذه الأشهر المباركة أحسنتم أجدتم سمح شيخ راح نرجع ونذكر الخيرات الموجودة في شهر شعبان العمال الموجودة في شهر شعبان وراح نمر على المناسبات الخاصة بأهل البيت وكيف نستفيد من هذه المناسبات لكن بعد الفاصل مشاهدين كرام فاصل قصير نتواصل معكم في هذه الحلقة مرنامج نقطة ضوء فابقوا معنا مرنامج نقطة ضوء فابقوا معكم في هذه الحلقة وإن المصيبة ألم تعطني أنت هذا الظلال وأعطيتني أنت هذا السحر فهل تشكر الأرض قطر المطر وتغضب إن لم يجدها الغمار شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المداء ولا يهدع الداء عند الصباح الله 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 مشاهدين كرام حياكم الله من جديد في هذه الحلقة من برنامج نقطة الضوء والحديث عن شهر شعبان تحت عنوان نفحات شعبانية ننوه لجميع أن أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج ستطهر أمامكم أسفل الشاشة بالإمكان الاتصال والطرح الأسئلة بما تعلق بشهر شعبان والخير والبركة والكثير من الأمور الموجودة في هذا الشهر سماح الشيخ هياكم الله من جديد مثل ما تحدثنا قبل الفاصل عن شهر شعبان وتواب شهر شعبان والمندوبات والمستحبات فيها هناك مناسبات خاصة بأهل البيت ولادات والمعروف أن شهر شعبان الشهر الوحيد اللي ما بيه مناسبات حزينة الحمد لله يا شهر يعني شهر شعبان كل المناسبات اللي بيها سعيدة طيب هذه المناسبات طبعا مرتبطة بأهل البيت بأمت أهل البيت عليهم السلام وهناك كثير من مظاهر الفرح والسرور موجودة في جميع مناطق شعة أهل البيت صلى الله عليه وسلم لكن احنا نريد ناخد جانب الاستفادة من هذه المناسبات كيف نستفاد بالثواب بالبركة بالتثبت بولاية أمير المؤمنة عليه السلام خلال هذه الأيام المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام طبعا بالنسبة للمناسبات لا يخفى على الشيعي يواجي أهل البيت هذه المناسبات يعني ذكرها من باب تحصيل الحاصل كل الشيعي يعرفون هذه المناسبات لكن المهم أنه هناك وصية من الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا أحيى الأمر أو في رواية أخرى شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا فهم هذا الحديث أو تطبيق هذا الحديث ممكن للناس يفهمه ممكن للناس يطبقه يصور أن الفرح يفرحون لفرحنا أن يخرج عن الموازين الشرعية ويخرج عن مستوى الأخلاق اللي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرنا بها الله عز وجل قبل النبي صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله ما امتدحه القرآن بشجاعته رغم أنه أشجع الناس يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه رسول الله أكرم الناس رسول الله أعلم الناس رسول الله أعطيه من كل المكان كل الكرامات خلقت مبرأا عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لكن القرآن امتدحه وإنك لعلى خلق عظيم مناسباتنا كثيرة مناسبة الأولى ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه ولادة أبو الفضل العباس ولادة الإمام زين العابدين ولادة علي الأكبر ولادة منقذ البشرية الإمام الحجة بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء هذه المناسبات ينبغي لنا أن نهي أنفسنا لإحيائها بالصورة الصحيحة هناك من طبعا بالمناسبة البعض يصور أن شهر شعبان إنما أعطيها هذه الخصوصية للولادات المباركة الصح لا الصحيح أنه زادته شهر شعبان شهر شعبان وشهر مبارك قبل أولادات المعصومين سلام الله عليهم بهذا الشهر المبارك إنما زادته شرفا إلى شرفيته زادته بركا إلى بركته فهي نور على نور وهذا الأمر ينطبق لك باقي الشهور مثل شهر رجب شهر رمضان يعني كما ذكرت قبل الفاصل رسول الله صلى الله عليه وراء قال شهر شعبان شهري رحم الله من أعانني على شهر وقال قبل ولادة الإمام وقبل ولادة الإمام وقبل ولادة أبل فضل عباس وقبل ولادة الإمام وقبل خصوصية كان يندب أصحابه إلى الاستغفار إلى الدعاء إلى الصيام في هذا الشهر المبارك إلى الرجوع إلى الله عز وجل فهو شهر مبارك لكن ولادة المعصومين أو ولادة الأقمار الهاشمية في هذا الشهر المبارك زادته بركة على بركتي نحن كمحبين لأهل البيت وكشيع وكناس نريد أن ندخل إلى شهر رمضان ونحن في أحسن عبادة وفي أحسن حالة إذا صحت العبارة كون نختنم هذه المناسبات لأنه ولادة الإمام الحسين لما أحييها أتقرب بها إلى الله عز وجل أنا لما أحيي ذكرها ولادة الإمام الحسين أمر محبب إلى الله محبب لكن الكيفية شنو الكيفية هو أن أخرج من طوري أنه أنا يكون لازم في العادة سمع الشيخ الحديث عن قضية المناسبات السعيدة يكون مختلف عن قضية المجالس العزاء لأنه التطبيق عند البعض يكون بغير شكل وهذا الذي أحكي وأدره أن يزعل عليه كثيرا لا 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 يزعل نحن نتحدث عن شغلة شرعية نحسنتم ونحن مطلبنا مثل ما خصصنا هذه الحلقة مطلبنا كيف نستحصل على رضا الله سبحانه وتعالى والبركة والخير والثواب زين في يوم ولادة الإمام الحسين الذي نتقدر أن نتقرب إلى الله إلى رسول الله إلى الحسين ما معقول أن نتقرب بطريقة غير صحيحة فإن الله لا يطاع من حيث يعصى يعني أنا أريد أن أطيع الله أطيع الله عز وجل وأريد أن أتقرب إلى الله عز وجل هل من المعقول أني أتقرب إلى الله عز وجل بأمر هو يبعدني عن الله عز وجل أنا منهي عنه يعني مثلاً لبعض ربما يحيي مناسبات الولادة بطور أهل الغنانة نستعد موسيقى هذا الجهاز اللي يطلع أصوات موسيقية هذا منهي عنه ممكن أي واحد من الأخوة اللي يقيمون هذه الاحتفالات استفتاء صغير حتى لو عبر الانترنت ليه واضح شيخنا هو يعني شيخ أحسنت هو معروف أمر معروف يعني هذا موشي جديد يعني البعض يقول إحنا ما قاعد نفرح كلها حزين جاي بها محرم وصفر وشهر يعني بس هذن الأيام يقول ما يخالف أنت موجايت تتقرب إلى الله يعني أنت إما أبو موكب أو مثلا حسينية وجامع الناس وخاسر مبلغ من المال بين ضيافه بين كذا أنت غير سريد رضا الله عز وجل يعني أنا في يوم من الأيام حاجة جز أحد الأخوة ما عرفوا الله بالطريق بس كان أسلوبه يعني الغنائي قريب من الغنائي قلت له بس أسألك سؤال أحد ولما قلت له ما قبل شكري شكري من هذا قل لي إحنا هذا يعني ولادت الإمامي حجة اللي يتنصف من شعبان قال إحنا هذا اليوم الوحيد اللي نفرح به يعني كان رقصه وصوت غناء يعني أشبه بالهرج قال هو هذا اليوم الوحيد نفرح به تمنع لمن عنده قلت له لو أنت الآن تتقرب إلى الله بولادة الإمام المنقذ عجل الله فرجه الشريف قلت له لو الآن الإمام ظهر وإجع إلى موكبكم هذا المبارك إلى مجلسكم يرضى به وصفين لا واقعا الآن وأكيد الإمام ينظر وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الإمام ينظر إلى عمله يرضى به أنت تريد تبغيره رضا الله عز وجل والإمام الباقر أنت جايد توصل له معنى أنه أنت تريد تحصل فشيء أنت خاسرة بالأساس أنت خاسرة مثل ما واحد يطلع يشتغل يريد يسترزق بس هو راح يرجع إيده فارغ هو عنده هدف يلي يوصل له لكن ما يندل الطريق يوصل له يسلك طريق مع وجه والحكمة تقول من مشى أو من سار بغير هدى لا تزيده كثرة السير إلا بعدها هذا إجقد ما ينفق أموال هاي بمكن ما يحصل أقل له ما يحصل ثوا أقل أحسنتم أقل له هو يرجع عليه هذا العمل ما مقبول هذا العمل ليبلوكم أيكم أحسن عمله قرآن يقول ما يريد أكثر عمله موش قال أنفقت على هذا العمل لكن أنت يا ريت يا ريت تعكس صورة عن أفراح شيعة أهل البيت لما الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كونوا لنا دعاة صامتين يا ابن رسول الله كيف نكون دعاة صامتين قال بحسن أفلاقكم لما يجي المقابل يشوف مثلا نحن عندنا نحي ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه فتقارئ للقرآن يقرأ فد واحد يقرأ قصيدة مثلا قصيدة لا بطور أهل الغناء قصيدة الشعر القائية أو حتى هاي المولود أكون مواليد جميلة جدا يعني شعر معبر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن من الشعر لحكمة إن الشعر أبي المحبب في ذكر أهل البيت يقربون إلى الله مثلا سؤال عن حياة الإمام زين العابدين عن ألقابه عن حياة من يذكروننا فرد رواية عن أبي الفضل عباس وإحنا مثلا في مناسبة ولادة أبي الفضل عباس هاي يكون بها منفعة ولا شك ولا ريب بالقبول لأن ما بها بعد عن الله عز وجل ما بها تقرب إلى الشيطان ما بها مخالفة شرعية فبعض الناس يريد أن يتقرب أنا ما أتهم حوشا لله ما أتهم أحد يحيي شعائر أهل البيت لكن أقول أنت يا ريت تتبع خطوات اللي يتوجه بها المرجعية ماكو شيء ما بينت المرجعية استفتاءات كثيرة أنه شون رأي سمحت السيد مثلا في إقامة المواليد هذا المولود اللي يقام طبعا خوة ممكن المواليد هي مو صحيحة أكو منها ما ينهى عنه أكو بعضها يبعد أكو منها يقرب إلى الله عز وجل نفس الحضور يعني أنا لما أحضر الشاب مثلا يحضر إلى مجلس أشوف هذا لما أحضر إلى مجلس اللي أنا خسرت لي أموال وسويت هذا المجلس ودعيت الناس وصار عندي جمهور جيد الآن هذا الشاب لما طلع يعني ختم من ختم مجلس وخلاص وطلع أو يتسبب إثم إليه أو للناس لا أنا قد يجيب بغض النظر أو زينب عن الإثم أريد أشوف هذا الشاب من طلع شنو حصل شا استفادت شا استفادت لما دخلت احتفالية مقامة بذكرى ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه الآن دخل وطلع من الاحتفالية قل له شا اللي استفادته يعني بس إنه صفك وهلهل وهوز وأكل شكلية جيد أحيو أمرنا هذا اللي يريد الإمام الصادق كل واحد ينبغي أن يحاسب نفسه أنا حاسب نفسي ما أحاسب الآخرين بس من باب المؤمن مرآة المؤمن ينبغي علي أليك وعلى كل واحد من الأخوة المشاهدين أن يبلغ أولادنا شبابنا جزاكم الله خير إن شاء الله في عين الله إن شاء الله هذا في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إنت لما سويت هذا المجلس لما أقمت هذا المولود شا استفادت الحاضر أنت تريد أحيو أمرنا أحيو أمرنا فقط بالتوكوليت مثلا والشربة والماء أدري شنو لو ينبغي أولا أدعو نفسي وأدعو لآخرين أنه عندما أريد أحيي مناسبة لابد أن أحصل الفائدة إذي أولا وهي الأجر والثواب وللآخرين سإما أنه الشيخ نهاية بالنتيجة المفروض الإنسان يكون متشرع في أي قضية ومنها قضية أحياء مواليد أهل البيت ووفيات أهل البيت حتى في الوفيات قد يحدث بعض الأمور اللي قد تكون مو شرعية بس ولكن في قضية الولادات مثل ما ذكرت وأكثر وأكثر عرضة في قضية فرح ما فرح المفروض الإنسان اللي يريد يحصل ثواب ويحيي أمور أهل البيت إذا ما متشرع يسأل وإذا ما يقدر لا يسوي تمام له لا أحسن ما يسوي ويحصل إثم وأنا بيينت لك قبل يعني قبل ما أبدأ بهذا الإشكال قلت بعض الناس يفهمون المسألة خطأة يعني الآن فممكن يسأل ماذا نفهم عن العيد البعض ماذا يفهم عن العيد يفهم العيد تحرر العيد يعني أنا جنس صايم 30 يوم ما هو القيود نعم جنس صايم 30 يوم اليوم يوم العيد كأنه كنت مقيد والآن أطلق صراحي فشوف كان ممنوع صار مسموع الآن وخطأ هذا العيد هو العود إلى الله الحرام حرام والحلال ومالعلى خبله كلمة عيد العودة إلى الله أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كل يوم لا يعصى به الله هو عيد كل يوم لا يعصى به الله البعض الفهم هو خطأ خلنسمع أبو أحمد من البصرة سلام عليكم أبو أحمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلاة الله عليه وسلام عليكم صلاة الله عليه وسلام عليكم صلاة الله عليه وسلام عليكم صادق القول والفعل البار الأنين جعين النذهب الجعتر القمر السادس من أقمار الأدوة والإيمانة وأقمار الزهراء الزهر صلاة الله عليه وسلام عليكم هاد شعاتنا خلقون لشابة طينتنا يطرحون لفرحنا ويحجنون لحجننا إحيوا أنظرنا رحيم الله من أحيا أمرهم أحسنتم إن شاء الله تعال نحي أمرهم لمناشرات اللي يتفضل به الشيخ فتعل الله في عمره أحسنتم قلننا نفرح صدقة كثيفة وحجنة قربنا ودمع بعيننا على الحسين وعلى مصار دينهم شرعة الله و السلام عليهم أحسنتم من صحيح؟ نعم والسلام عليكم الله و الله و الله و الله نعم يفرحون لفرحنا ولكن بالطريقة الشرعية نعم هو أشار إلى هذه القضية قال إحنا ما ننسى لوعة الإمام الحسين حزن في قلوبنا إحنا يعني عدنا شهداء عدنا جرحاء عدنا يعني عراق هو عراق جريح على مستوى العراق إن شاء الله الله يديم السرور والفرح على جميع محبي أهل البيت وعلى جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها لكن إحنا كأتباع مدرسة أهل البيت إحنا يعني مجمورين مجروحين بالإمام الحسين بمصائب أهل البيت إحنا قبل يومين ثلاثة إحنا كنا في ذكرى شهادة الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه فهذا الشيء يعني حتى فرحنا يعني منزوج بحزن أنا ملاحظ بعض الأصدقاء لما يقيم مجلس لولادة معينة يشوف يتخلله قصيدة مثلا فيها حزن قصيدة فيها ذكر ليوم عاشرة ذكر له مصيبة زينا هذا طبعا يعني ما نقدر نتخلى عنه ما نتخلى عن أمتنا ما نتخلى عن مصائب قضية الحسين حاضرة دائما نعم قضية الحسين حاضرة فالفرح فرح ما يخالف لكن لا يتجاوز بالإنسان على ثوابت عندنا ثوابت عندنا أمور يعني ينبغي أن نتقيد بها والإسلام أمرنا بالتثبت على هذه الثوابت وأن لا نتجاوز يعني خط أحمر عندنا أخلاقنا طيب سمع شيخ خلي نربط أيضا بقضية المجتمع يعني البعض قد ما يراعي جارة أقاربة ناس اللي عدم شهداء عدم مشاكل عدم مصائب كيف نراعي هذه القضية؟ طبعا هو النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل قبل رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بالجار يوصي بالجار مثل من الجانب أكو فرح وخاص بإمام من أئمة أهل البيت في نفس الوقت أكو عندك جار أو قريب أو صديق مصابي مصيبة وهذا أنت لما تحاتي قل لك هو هذا إمامنا وإحنا نفرح له إمامنا فهو أنت قل له يعني لازم اتراعي مسألة الجيران ومسألة المناسبات ومسألة ومسألة مرات بعض الأحيانة سأترك مواليد أهل البيت هو النفس مثلا عنده مناسبة حزن أو هو يجيسه مناسبة فرح ما يراعي جاره ليس منه من لم يعمل جاره بوائق هذا يعتبر أذية للجار أذية للعامة يعني حتى هذا الجار عنده أقرباء وعنده أرحام وعنده متعلقين لما أنت ما تحترم جارك أنت هم راح تصير عندك مناسبة وأنت في مجتمع واحد في بيئة واحدة في مدينة واحدة ينبغي التآلف بين المؤمنين يبدأ التعاون بين المؤمنين فمواليد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بعضهم يعني يعتبرها هو المقدم على كل شيء ما طول أنه هو يحيي مناسبة ولادة الإمام الحسين مثلا أو ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فهذا معناه كل الآخرين ما لهم تقدير وما لهم احترام وما لهم يعني فرد حساب بالمسألة وإذا جار عنده شهيد وإذا جار عنده مناسبة حزين أنا هذا ولادة الإمام المنقذ الإمام الثاني عشر الإمام يبدأ يطل نفسه مشروعية لكن أنت قلت له لو الإمام الآن حضر يقبل منك هذا هذا فكرة جميلة أنه الإمام نخلي بعينه دائما نخليه حاضر نخليه حاضر نقبل نقبل أم فاروق من بغدار عندنا اتصال أم فاروق تسمعيني نعم نعم اتفضل أم فاروق من بغدار خير اتفضله أم فاروق اسمعيني منك رفا أم فاروق وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا أنا أسوي صينية بالبيت مولود الزهرية مولود الزينة مبارك عليك مولود المهد المنتظر سلام الله عليهم أعلم بشموع وأجيب شفيت وأشعله للمغرب وأصرلي وأقرأ قرآة هو هذا النريدة نعم نعم وأصف جهالي أحباب نجاعدين هاي هو بلي مبارك هني أنا إلج بلي آه لهذا على طرح 30 سنة هذا طريقة نوم مبارك إن شاء الله مقبول مقبول إن شاء الله هذي طريقة بيتيه خليسميها حلو العائلة متجمعين حسنتم الكبار الصغار يعني هم رسالة للصغار فاروق يعني هي وقعت على العلة مثل ما يقول احنا لما الإمام يقول أحيوا أمرنا يعني أذكرها بالمسجد جماعتنا أصدقائنا أقول مثلا اليوم ولازس مثلاً إمام الجوات الإمام الجوات اللي سيقول أولادي الإمام الحسن أولادات شعبانية قلت لك كل شيء أحافظي her ماذا ولادتي الإمام الجوات أغلبنا ما يعرف أغلب الناس ماذا الليوم عشرة برجة أولادي الإمام الجوات أنا أخليلي بجي 좋아بي فت fazemit هديتين أجهي الأولادي صغار أقلهم من يعرف اليوم شني المناسبة وأاطي هدية مثلاً أحفزهم حتى يقوم يسألون شنو اليوم المناسبة اليوم ولادة الإمام الجواد مناسبة ولادة الإمام الجواد هاي هدية فلان اللي عرف المناسبة من ينطيني فرد اسم أو لقب من ألقاب الإمام الجواد مثلا ينطيني لقب وأنطيه هدية وهذا أولا أنا الهدية من أنطيها أطيها الأولادي ثانيا أحيت أمر أهل البيت أحببهم من هذه المناسبة أشعرهم بأن ترأكم مناسبة مو في غفلة واقعا في غفلة الناس الناس ما يعرفون أنه هاليوم مناسبة ولادة الإمام الباقرة أو ولادة الإمام الرضا أو ولات الزهراء السلام الله على الناس ما يدرون حقهم مشاغل وعمل وانشغالات كثيرة إحياء الأمر يكون هاي طريقة أجي أنه يابه اليوم شلو المناسبة أو قبل بيوم أقول هاي السبوع شبين مناسبة من يتذكرها وأجيب له هدي النتيجة أسوي أجواء خاصة أجواء خاصة السائم فاروق تقول أنا أسوي صينية صينية الأطفال بالبيت يفرحون يلبسون أحسنتم يلبسون ملابس فراح أحسسهم أكون مناسبة أحببهم هو هذا أحياء الأمر هو هذا أحيو أمرنا أنا إنما قبل قليل أشكلت على البعض اللي يطلع من طوره يطلع إلى أطوار أخرى ما مرضية لا المجتمع يرضاه يعني شوف الجيران يتضايقون من عنده المارة يتضايقون من عنده المارة يقول شون قاعد يسوون هذا شون قاعد يسوون يعني إما ما يقدر أصرح الكناية أبلغ من التصريح ومو يعرفون هذا يعني ما مقبولة فأي شيء ما مقبول إحنا عليهم المحسوبين محسوبين على مدرسة مدرسة أتباع أهل البيت إحنا نتبع الأهل البيت فإذا أتباعهم يسيئون بهذه الطريقة مو كونوا لنا دعاة صامتين كيف نكون دعاة صامتين ابن رسول الله بحسن الأخلاق يشوفك الناس يقولون رحم الله جعفر ابن محمد فقد أدبه شيعته شيعة أدبهم بمن؟ أدبهم بوصايا أمرهم بأوامر كون يطبقوها كون ينفذونها أي الأوامر حتى يكونون زينا لهم ولا يكونون شينا عليهم فالاحتفال مريود مطلوب أحيو أمرنا ولكن بطريقة مهذبة ترضي الله عز وجل مثل ما ذكرت لقبل قليل الله عز وجل مطلع رسول الله صلى الله عليه وآله تعرض عليه أعمالنا الإمام تعرض عليه أعمالنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم إذا أنا الخصم والحكم أنا أعمل هذا العمل وأدري بأن الله عز وجل يراني أشوف الله يقبل به هذا العمل رسول الله صلى الله عليه وآله لو عرض عليه هذا ما لكم تسيئون لرسول الله صلى الله عليه وآله قال له وكيف نسيئ لرسول الله ونحن لم نره قال ألم تعلم بأن أعمالكم تعرض عليه إذا عرض علي هذا العمل عملي عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل به هذا العمل يسر رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسر فإذا هذا عملي رح يكون مبحد أكثر بما هو مقرب والنتيجة نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل هذا قضية خلنا نتوقف على القضية التقرب إلى الله وعندنا دقيقتين سماح الشيخ كلمة توجيهية وحديثنا عن شهر شعبان شهر مبارك كيف نختنمى الكلام يكون بشكل عام وتوجيهية بشكل خاص للشباب أحسنتم يعني أنا أملي كبير بالشباب واقعا شبابنا شباب مهذب وشباب متدين وشباب واعي لكن كما ذكرت قبل أقل يتصور يتصور هو أن هذا الفعيل يعني الحركات وهالمجامل يعني هو يروح لزيارة الإمام الحسين مثلا ليلة النصف من شعبان وإن شاء الله إحنا عندنا فرد حلقة خاصة بولادة منقذ البشرية لكن هذا من يروح للإمام الحسين كما ذكر الأقل قبل قليل متصل من البصرة قال إحنا ننسى قضية يعني هو عند الإمام الحسين ومثلا يظهر فرد تصرفات غير لائقة أقول أنت لا تحبط عملك أنت رايح يعني فرحان بولادة الإمام الحسين أنت رايح الشارك فاطمة الزارة شارك رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه المناسبة بهذه المناسبة الولادة فلا تخلي عملك يحبط ببعض التصرفات بل ما أقول أنت روح عبوس الوجه روح أنت ما أدري حزينك حزينك أنت روح وابتسامة موجودة توزيع هدايا حلوة هاي شكلتها هاي العصير لكن من ضمن الأخلاق يعني الأخلاق مطلوبة النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما بعتت لأتممه مكارم الأخلاق فغرض بعتت النبي صلى الله عليه وآله هاي اللام لام التعليل لأتممه فإتمام مكارم الأخلاق وين يظهر عند شبابنا يعني لابد أن يكون الشباب شباب متدين شباب واعي يا ريت يا ريت أقول على قدر المسؤولية يعني هما أنا أدعوهم هما أدري يسمعون هذا الكلام أقول مثلا أنا واحد من الشباب أسوي لي فرد خمسة أسئلة من أروح الكربلاء مثلا أشرف بزيارة الإمام حسين كل واحد من الأصدقاء أقول أجل أجاوب على هذا السؤال وإلى كدير حتى لو أطي شكوليته حتى لو مثلا أقول هديتك اللهم صلي على محمد وعلي محمد يقبل ذاك ويكيب بها أنا متأكد لكن راح يحصل على معلومة وراح تنتشر فكر أهل البيت وراح نكون ممن يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من شيعتهم ممن يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم آمين يا رب العالمين وإن شاء الله يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وطاعة لجميع محبي أهل البيت عليهم السلام الشيخ الدكتور عبد الأميرة البصري شكرا جزيلا لكم حياكم الله ننتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدي كرام وشكروا لكم على المتابعة والإصغاء لنعود معكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج نقطة الضوء تقبل تحياتي وتحيات كادر عمل في مكتب النجا في العشرف السلام عليكم ورحمة الله